طيب هنسيب البيانات على جمع ماذا يعني ما حدث بالأمس وما يحدث الآن وإلى أين نحن متجهون وإيه هي الشواغل المصرية والمكاسب أيضا مصر شاركت في اجتماع الاتحاد الإفريقي بدعوة من جنوب أفريقيا بنوايا حسنة وستشارك في المفاوضات إذا تمت بنفس النوايا الحسنة المهم ألا تكون هذه البيانات المتضربة اللي ابتدت تظهر النهاردة كاشفة عن نوايا مغيرة للآخرين والمهم أيضا أن يكون هناك ضبط الخطاب للجميع لأنه ابتدنا نسمع بقى كلام أكثر استفزازا ومش هنرد عليه ما توصلنا إليه بالأمس طبقا للبيانات التانية المصرية والسودانية يعني إذا كان المصريين بيتهيق لهم فأكيد السودانيين ما بيتهيق لهمش فيعني طبقا للبيانات المصرية والسودانية يعدوا مكسبا سياسيا وديبلوماسيا حتى لو حاول البعض إنكار ذلك سطعت مصر أن تحصل على إيقاف الملء بشكل أحادي ولو مؤقتا حتى التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة صحيح أن أثيوبيا بتقولك أنه والله أنا في كل الأحوال كنت حبدأ الملء خلال أسبوعين معلش هذا كلام للداخل والاستهلاك الداخلي لا يهمنا كثيرا المهم من نتيجة ده مش معناه أن الموضوع انتهى فهذا مكسب مرحلي وتوقف مؤقت لمدة أسبوعين فقط ولا يعني على الإطلاق التوصل لاتفاق نهائي ولا بد أن نكون حذرين في ذلك خاصة أن التصريحات ابتدت تطلع النهاردة مناقضة لكل الكلام بتاع إمباراة المكسب الآخر هو الضغط الدولي تدويل القضية القضية الآن لم تعد فقط بين الدول التلاتة ولكن دخل مجلس الأمن معنا دخل الاتحاد الأفريقي أيضا معنا صحيح أن المفاوضات الآن أخذت المنحة الأفريقي لأنه لما مصر حبت أنها تعقد جلسة مجلس الأمن دخلت جنوب أفريقيا وقيت لك لا أنا أولى الآن لأنه هذه دول أفريقية المنحة ده يكون لمدة أسبوعين ومصر ترحب بأي إطار من الأطر والإطار الأفريقي طبعا مرحب بي على وجه الخصوص لكن هذا لا يعني على الإطلاق استبعاد المنحة الأممي أو استبعاد تدخل مجلس الأمن البيان المصري كان واضحا أنه سيتم إحاطة مجلس الأمن يوم الاثنين الجاي بما تم التوصل إليه باعتباره جهة الاختصاص مصر ما تزال ترى أن مجلس الأمن هو جهة الاختصاص ولا تتنازل عن ذلك لأن الأمر بالنسبة لنا ما يزال في مصار التفاوض ولسه ما عندناش حاجة واضحة إثيوبيا في بياناتها بتؤكد أنه مجلس الأمن سنحيطه بس وأن القضية بما أنها أحيلت للاتحاد الإفريقي يجب أن تبقى في الاتحاد الإفريقي لأن إثيوبيا عايزة النقاش الإفريقي طيب ومصر ما عندهاش أي مشكلة الحقيقة في هذا الأمر لكن إثيوبيا حاولت أنها خلال الأيام الماضية أن تضغط خلال المفادات سواء مبارح أو سابقا أنه الأمر يبقى إفريقيا وننسى قصة مجلس الأمن دي لكن مصر أصرد أنا حمشي في في التو تراكس حمشي في التراك الإفريقي وحمشي في التراك الأممي وجلسة المجلس اتأجلت من الجمعة للاتنين علشان ندي فرصة للاتحاد الإفريقي أن يبدي جهوده لم نكن نصل لهذه المرحلة لو لا إصرار مصر على الذهاب لمجلس الأمن وتحريك القضية في إطار أممي بعد تأثر المفاوضات إحنا تفاوضنا 9 سنين أو 8 سنين دخلنا أطراف أخرى زي واشنطن ثم عملنا مفاوضات أخرى والآن نحن نذهب إلى مجلس الأمن الحقيقة أنه في جهد ديبلوماسي مهم اتعامل سواء من الخارجية المصرية مندوبية الدائمة لمصر في الأمم المتحدة وهناك جهد عربي أيضا من المجموعة العربية التي كلفت من قبل الجامعة العربية في الاجتماع الأخير اجتماع وزراء الخارجية الأخير أنهم في مجموعة من الدول خمس دول عربية كلفت برئاسة السفير ماجد عبد الفتاح بأنها تقوم بهذا الجهد الأممي